بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة كيف يمكن التعرف على أنواع القيود؟ يمكن التعرف على أنواع القيود أنواع القيود دي من خلال التعرف على أنواع الموارد من وجهة نظر نظرية القيود ونقاط الاختناق وهي موارد نادرة تمثل نقطة اختناق نوع الثاني موارد لا تمثل نقطة اختناق نوع الثالث موارد تمثل قيد على الطاقة أنواع القيود يمكن تقسيم قيود النظام إلى نوعين النوع الأول قيد الإنتاج الداخلي وينبع ذلك من السياسات الداخلية للإدارة وترتيب العمليات بها وبجهود معينة يمكن الحد من تلك النوعية من القيود أقدر أتحكم فيها نوع الثاني قيد خارجي external constraints وينظر إليه من ناحيتين من ناحية الإنتاج قد يكون سبب القيد نقص في القدر المتوافر من موارد معينة من ناحية المبعاد قد يكون سبب القيد زيادة طاقة المبعاد عن طلبات العملاء كما يمكن تقسيم القيود إلى قيود مادية وقيود غير مادية في خطوات خمسة بتقوم عليها نظرية القيود تظهر في الشكل التالي مدخل نظرية القيود يقوم على أساس خمس خطوات الخطوة الأولى تحديد قيد النظام خطوة الثانية استغلال قيد للنظام الخطوة الثالثة التركيز على قيد والقيود الأخرى تظل ثانوية الخطوة الربعة تنشيط القيد او القيود وإزالتها الخطوة الخمسة العودة إلى الخطوة الأولى وتكرار الخطوات لإزالة قيد جديد لان احنا بعد ما بنتعرف على قيد نقطة اختناق معينة ونبدأ نعالجها بالخطوات تنتقل الاختناق من النقطة اللي احنا عالجناها الى نقطة اخرى فنبدأ نتقرر نفس الخطوات فدي بتقدي لعملية تحسين مستمر الخطوات الخامسة دي هينتج عنها ازالة القيود واحداث توازن العمليات لما يحصل توازن العمليات ماش فيه اختناقات الاثنين دولار سيؤدي الى زيادة عائد العمليات الداخلية